سلام الله عليكم متابعين الكرام فمحبابكم دائما معكم القناة التسير فتستمر تفاعلات الدولية حول المهزلة التحكيمية ديل نصف نهائي في المنضيات دي القطر اللي دارت بين المغرب وفرنسا فالتفاعلات الدولية مستمرة حول هذه المهزلة حول هذا الاقصاء اللي كان مقصود ضد المنتخب المغربي باش ما يدوش للنهاية وتبقى الكواليس والحقائق تبقى خفية الى حين اذا كما قلنا لكم باقي التفاعلات مستمرة على هذه القضية دي الاقصاء دي المغرب لاقصاء الظالم والجائر فالموقع دي نيويورك تايمز الامريكي اللي هو موقع معروف على الصعيد العالمي فصرح بواحد اه المقال وقال فيه حتى لو فازت الارجنتين او فرنسا باللقب فان العالم يعرف انه مونديال المغرب فهذا تصريح يعني خطير خطير جدا ما هذا الموقع دي نيويورك تايمز الامريكي فيعني هذا الموقع كيعترف ان المونديال كان مغربي مئة في المئة ولكن ايادي خفية في الكواليس حالة دون وصول وسود الاطلس اللي شرفوا المغرب وشرفوا العرب وشرفوا افريقيا اه في المونديال دي القطار فا اه تصريح يعني اه خطير جدا من موقع نيويورك تايمز الامريكي اللي قال انه حتى لو فازت الارجنتين او فرنسا بهذا اللقب دي الكاس العالم في القطار فالعالم يعرف بان المونديال هو مونديال مغربي في المئة الف المئة فهذا صراحة تصريح تصريح جد جد خطير من هاد الموقع اللي اكد ان المهزلة وان الاقصاء كان مدبر يعني مئة في المئة فكذلك كان واحد تصريح خطير من الحكم كولينا اللي هو الرئيس دي اللجنة الحكام في التحاد الدولي الفيفا اللي قال وفاجأ المنتخب المغربي وصدم فرنسا بواحد تصريح دياله اللي قال ان المغرب احق بالوصول للنهائي والحكم مورتاشي فهذا تصريح ديال هاد كولينا اللي هو الحكم الايطالي الشهير المعروف في العالم باسره فهذا الحكم قال بان المغرب تعرض لواحد المؤامرة وتعرض لعدم اه من حيه واحد الجوج ديال ضربة جزاء واضحتين وصحيحتين فهذا تصريح كولينا يعني حكم كبير ومختص في هذا التحكيم العالمي فآآ صراحة وقال ان الفيفا خاص يدير تحقيق في هاد المصارف هاد الفضيحة وهاد المهزلة كذلك هناك الحكم المعروف العربي جمال غندورته هو صرح بان الضرباتيك جزاء صحيحتين فكل الخبراء دي التحكيم اكدوا ان المغرب تعرض لواحد الظلم واحد الاقصى فآآ صراحة هاد شي اه مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة وصراحة خروج ولو ان كان هناك ظلم فالمغرب خروج بواحد الوجه مشرف ايها المتابعون الكرام فصراحة يعني تصريحات لك تأكد ان المهزلة كانت بقطر